أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول بعض الناس إذا قلنا له ليس هناك بدعة حسنة قالوا إن هناك من الصحابة من قالوا في صلاة الترويح إنها بدعة حسنة بصلاة الترويح الحمد لله ما هي بدعة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بأصحابه فعلها الصحابة من بعده إلا أنهم كانوا يصلون متفرقين جماعات جمعهم عمر على إمام واحد فالذي يكون بدعة هو جمعهم على إمام واحد بمعنى البدعة اللغوية للبدعة الشرعية جمعهم على إمام واحد وأما الصلاة الترويح نفسها باية سنة وليست بدعة نعم أحسن الله إليكم صاحب وجمعهم على إمام واحد ما أحدثه عمر اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ترويح لكنه تخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم بعد أن ثبتت السنية والجماعة في صلاة الترويح تخلف خشية الفرضية بعد أن ثبتت السنية في صلاة الترويح ولجماعة الترويح أيضاً أقول له ولله الحمد السنة عمر ما أحدث شيء من عنده حتى يقولوا لا سنة الترويح بدعة ولا الاجتماع على إمام واحد بدعة فليس لهم مجال في هذا لكنهم يغالطون نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر